زهقتش من الفطار ومش هارفة تعملي ايه من انواع البيض النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بيض لذيذة جداً مليانة اخطار وشكلها وطعمها جديد وحلو جداً وهيحبوها كمان الاطفال خصوصاً في اللانش بوكس بتاعهم هتبقى وجبة مليانة خضار ومغزية جداً حلوة جداً للكيتو واللو كارب والكل افراد الاسر شايفين قد ايه الخضار متجانس وطعمه بيبقى حلو قوي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا منال باع معاكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بيض بطريقة لذيذة جداً مليان قيمة غزائية هحتاج معايا عدد من البيض حسب عدد افراد الاسرة وهحتاج معايا اي انواع خضار عندك في التلاجة ممكن فلفل الوان فلفل اغدر شريح تماطم اي نوع جبنة اه وكمان لو عندك بسترمة زتون اي حاجة حابة تدفيها من الخضار هتدخل معنا في الوصفة بجيب اوالب الكاب كيك وبتيجي احط فيها في كل واحدة بداية وهنا بكون ولعت الفرن على ضربة حرارة 180 عشان يكون جاهز معي اول ما خلص ادخل الصينية وما تاخدش وقت خالص في الفرن هبدأ اضيف رشة ملح وفلفل اسود وبتيجي بقى انزل بالخضار اللي عندك طبعا ممكن اللي حاب من نوع خضار معين ممكن يضاف عايز تماطم وفلفل وزاتون فقط اللي عايزها مشكلة براحتك خالص وتعمليها حسب ما الولاد بيحبوا وهتبقى طعمها حلوة اوي وحتعجبهم الالوان اللي فيها وكمان سحي زي ما احنا شايفين كده ضفت كل حاجة وفي الاخر خالص حطيت رشة بقدونس هتدخلها الفرن شايفين شكلها حلوة اوي اوي هتدخلها الفرن على الرف الوسطاني هتاخد حوالي من 10 ل 15 دقيقة على درجة حرارة 180 وده شكلها بعد مستوي حلوة جدا وطعمها وراحتها لذيذة جدا هسيبها تهدى شوية وعد كده هتبتيجي نقدمها مع بعض ووريكم شكلها حلوة اوي وزي ما احنا شايفين اول ما بتهدى شوية بابتيجي اطلعها من ورق الكوب كيك بالشكل دوت حلوة اوي 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 وطعمها جميل وهتعجب الولاد وكمان سحية لو اكلتها كده من غير خبز لو انت يعانى نظام الكيتو فهي لذيذة ومشبعة جدا والصباح اقطعها عشان اوريكم قد ايه هي متمسكة والخضار حلوة اوي جواه شايفين اتمنى النهاردة الوصفة تعجبكم لو عجبتكم الوصفة ياريت تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعيلوا الجرس على اول او كل عشان يوصل لكم كل جديد ومستنية منكم التعليق الحلو ونفزوا الوصفة واشوفكم بالف خير وسلامة السلام عليكم